قال جريبا بادي في تغريدة له على موقع تويتر أن 348 جهاز الطرد المركزي من طراز IR-2M يعمل حليم في منشآتنا التنزل النووية وقد تم إدخال سادس فلوريدا ليرانيوم إلى هذه الأجهزة وتعد قدرة هذه الأجهزة أربعة أضعاف طراز IR-1 وقال جريبا بادي أن إيران ستركب المزيد من أجهزة الطرد المركزي قريبا وأن إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للتاقة الذرية بهذه الخطوة ووثقا للاتفاق الشامل للقضية النووية الإيرانية المبرمي عام 2015 يسمح لإيران أن تملك 5060 جهاز الطرد المركزي من طراز IR-1 في منشآتنا التنزل النووية كحد أقصى إضافة إلى عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-2M أو IR-6 بغرض الاختبار الميكانيكي هذا وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد تبنى البرلمان الإيراني في ديسمبر العام الماضي مشروع قانون يطلب من الحكومة اختراق القيود الناجمة عن الاتفاق في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران وحدد مشروع القانون سلسلة الإجراءات ومواعيدها المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المخصب وتخزينها وتركيب أجهزة الطرد المركزي بمختلف أنواعها وقد أعلنت إيران في الرابع من الشهر الماضي بدأ رفع تركيز اليورانيوم المخصب بمنشآت فوردو النووية إلى 20% ترجمة نانسي قنقر